وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد الحمد لله نحمله ونستعينه ونستكفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مدلله ومن يذلل فلا خادي الله اللهم صل على عبدك ونبيك ورسولك وحبيبك محمد وعلى آله وأصحابه ومن اقفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فيايها المسلمون إن الله سبحانه وتعالى أخبر بأنه أنزل كتابه القرآن الكريم على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ليكون نظيرا للبصر وأخبر سبحانه وتعالى بأن ذلك الكتاب العزيز أنزله سبحانه وتعالى وبرى إنزاله في هذا الشهر شهر رمضان مما زاد هذا الشهر فضلا والطمئيز عن غيره من بكية الأسهر وأخبر أنه سبحانه وتعالى برى إنزاله في آخر هذا الشهر الذي نحن على وسق رهيله الآن فعلينا أن نجتهد في بكية العصر الأواكر وقد أخبرت عيشة رضي الله عنها بأن رسول صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في رمضان ويجتهد في عصر الأواكر مما لا يجتهد مثله في غيره السلامة الأمر الرحمن 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 الرحيم كما كما كناكacci اشتركوا في القناة 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 موسيقى اشتركوا في القناة 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 المترجم للقناة 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 اشتركوا في القناة 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 ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر